النهاردة هتعقد أول قمة عربية صينية على مستوى القادة والرؤساء في الرياض ده بالتأكيد بيحمل دلالة كبيرة على تطوير العلاقات بين الدول العربية والصين من ناحية تانية بيعكس تعزيز العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة اللي بتجمع بين مصر والسعودية والصين خلالنا نرف تفاصيل أكثر عن هذه القمة هم أفحياء ثلاثة قمم من ضفنا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرام صباح الخير عليك دكتور صباح الخير وصبحتنا نحن أمام ثلاثة قمم من نهاردة استواقد صينية سعودية وصينية خليجية وصينية عربية نبدأ من توقيت زيارة الصين المملكة العربية السعودية وعقدها مثل هذه القمة في هذا التوقيت يعني في الواقع أن زيارة رئيس الصيني شي يم بنج للسعودية وعقد القمم السلاس السعودية القمة الصينية الخليجية الصينية العربية هي بتعكس عدة دلالات الدلالة الأولى وأهمية منطقة الشرق الأوسط الآن على السحر العالمي يعني الشرق الأوسط والدول الصلبة مصر السعودية الإمارات الدول الخليجية هذه المنطقة أصبحت تمثل أهمية كبيرة ومحورية وبيعكس التنافس الدولي على بناء شراكات وعلاقات مع دول المنطقة على سبيل المثال هذه القمة جاءت بعد خمسة أشهر من القمة العربية الأمريكية في السعودية أيضا وجمعت دول الخليج إدافة للمصر والأردن والعراق وهي بتعكس حيوية وقوة وأهمية هذه المنطقة من النحال الاقتصادية كان الآن كمصدر للطاقة العالمية من النحال الاستراتيجية من النحية السياسية والأمنية باعتبارها أنها منطقة مهمة أظهرت الحرب الأوكرانية أيضا روسية أهمية الشرق الأوسط ولذلك تواجد الصين اليوم هو جزء من التنافس أو تكالب الدولي على بناء شراكات وعلاقات قوية مع دول المنطقة الدلالة الثانية مرتبطة بها فكرة الدول الكبر الاقتصادية الصين دول تبحث عن ما يسمى تعافي الاقتصاد بعد جاعة كورونا لازمة الرسالة الأوكرانية وهي بترى أو تعتبر أن بناء شراكات قوية وعلاقات اقتصادية التمازل التجاري استثمارات مشتركة مع دول المنطقة التي لديها مشروعات تنموية طموحة ورؤى تنموية كبيرة 20-30 في السعودية في مصر مشروعات العملاقة في الإمارات دول الخليج هي تمثل بيئة وعيدة وجاذبة لهذه الاستثمارات العالمية ومنها بالطبع الاستثمارات الصينية ولذلك هناك جزء من هذا التعافي الاقتصادي بناء علاقات مع الدول السعيدة اقتصادية والوعيدة مثل مصر والسعودية والإمارات الدلالة الثالثة المهمة هي أن الصين الآن سؤال ماذا تستفيد الصين من المنطقة وماذا تستفيد دول عربية من الصين بالنسبة للمنطقة الصين هي تعد ثاني أكبر قوة اقتصادية على المستوى العالم من النحال الاقتصادية العلاقات التجارية بين الصين والدول العربية تطورت في خلال تقريبا العشرين عاما الماضية منذ إنشاء أو تأسيس مسمى منتدى التعاون العرب الصين في 2004 كانت العلاقات التجارية 36 مليار الآن في 21 وصلت العلاقات التجارية التبادل التجاري إلى 236 مليار أو 336 مليار هذا يعني أن الصين أصبحت الشريك تجاري الأول والأكبر لمنطقة الشرق الأوسط هذه النقطة النقطة الثانية الصين متواجدة في المنطقة متشابكة باستثمارات ضخمة يعني موجودة في كل الدول العربية في مصر على سبيل المثال في العاصمة الإدارية الجديدة هناك مشروعات صينية في منطقة محور التنمية في قناة السويس والمنطقة الصناعية الصينية وغيرها من المشروعات الضخمة موجودة في دول المنطقة وبالتالي الصين موجودة من النحاة الاقتصادية من النحاة التجارية موجودة والآن الصين موجودة تتحاول أن توجد من نحية سياسية أن تقوي نفوزها في المنطقة أمر المهم أيضا أن الصين لديها تجربة تنموية مهمة يعني التجربة التنموية الصينية التي جعلت الصين ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم هي يمكن الاستفادة منها من المزال النسبي ركائز التنمية الصينية أول ركيزة فكرة المشروعات كسفة العمال مشروعات الصغيرة والمتوسطة مشروعات رئيسة العمال فكرة السياسات الإصلاحية والاقتصادي والسياسات النقدية فكرة العدالة بين المناطق الصينية الصين استطاعت أن تنتجه لسبعمائة مليون شخص تحت خط الفقر تجربة مهمة طبعا هذه هي نقطة مهمة وبالتالي التجربة الصينية هي مفيدة للتجربة العربية العالم العربي هو منفتح على الاستفادة من التجربة التنمية الكبرى في العالم يعني كما هي في أمريكا في أوروبا في أمريكا اللاتينية كل هذه التجربة هي مهمة بالنسبة للمنطقة العربية والاقتصادات العربي وبالتالي هنا استفادة من المزايا من هذه التجربة في الجانب التكنولوجي تكنولوجيا المعرفة الصين الآن في تكنولوجيا الجيل الخامس كل هذه المجالات يمكن دول العربية تستفيد من في المقابل ماذا تستفيد الصين؟ الصين المنطقة مهمة بالنسبة لها قسوق مهمة للصلاع الصينية ومتجات الصينية أيضا بالحصول على الطاقة في ظل أزم الطاقة العالمية ودول خليج الآن أصبح أكبر مصدر للطاقة للصين والصين من أكبر المستهلكين للطاقة في العالم بالطبع والآن هناك مشروع ضخم تبدو أن الصين بالطبع الحزام والطريق وهذا مشروعا فقط عليه 13 تلليون دولار هذا المشروع هناك توافق وتشبيك بين هذا المشروع الضخم وبين الرؤى التنمية في العالم العربي يعني معظم الدول العربية منخارطة في هذا الموضوع وبالتالي هذا المشروع وهذا التوافق هو يوفر مجالات عديدة فرص مهمة للتعاون بين البلدين ولذلك تنبع أهمية القمة العربية الصينية اليوم والقمم الصينية الخليجية والسعودية دكتور يمكن العلاقات المصرية الصينية حدقت حدثت عن أهمية هذه القمة لو هنتكلم على صعيد الصين والشرق الأوسط أو الدول العربية لكن لو هنتكلم تحديدا على العلاقات المصرية الصينية هي علاقات ممتدة الحقيقة منذ إنشاء جمهورية الصين الشعبية 66 عام تقريبا ولو هنتكلم عن التاريخ المعاصر فمن 2014 حجم التبادل التجاري بين مصر والصين زاد بشكل كبير جدا إن كان مشروعات أو استثمارات صينية أو حتى في نطاق الاستيراد والتصدير لو هنتكلم عن القمة دي تحديدا الآن ماذا يمكن أن تضيف لهذه العلاقات؟ لو هنتكلم مش علاقات الصين والدول العربية الصين ومصر بالنسبة للصين أكيد مصر هي سوء كبير جدا شوف جمهورية العلاقات المصرية الصينية ليست فقط 66 عاما هذه العلاقات البيتماسية منذ إنشاء دولة الصين الشعبي ولكن العلاقات تمتد الأكثر من 2000 عام يعني الحضارة الصينية القديمة أقدم حضارتين طبعا أقدم حضارتين كانت مرتبطة بالحضارة المصرية القديمة وبالتالي هي علاقة بين حضارتين الدولتين تتجزران في عمق التاريخ كانت علاقات تاريخ الحرير بربط بين الصين وبين أفريقيا كانت مصر دائما هي بوابة الصين للشرق الأوسط والإفريق وهذه نقطة مهمة كانت علاقات قوية اقتصادية علاقات مهمة بين الجانبين كان هناك نوع من التلاقح والتبادل الاستفادة الحضارية من الجانبين يعني حضارة الصينية استفادت من الحضارة الفرعونية من التراث الفرعوني والتاريخ الفرعوني وفي المجال المعمار والفلك في مجالات متعددة وأيضا مصر استفادت من الحضارة الصينية في مجالات الزراع وفي مجالات عديد وبالتالي لكن العلاقات حقيقة شهدت طفرة في السنوات الأخيرة فهي عهد الرئيس سيوسي حقيقة لأن الرئيس سيوسي كان له questioning فلسفة في السياسة الخارجية فكرة تنويع دوائر السياسة الخارجية المصرية يعني عدم نكتصر فقط على دوائر التقليدية كونا نكتصر عليها دائرة الأمريكية والدائرة الأوروبية لكن بدأ يوسع من كل الدوائر إضافة للدوائر التقليدية في أمريكا وإوروبا بدأت الدائرة الأفريقية تحتل موقع متميز في السياسة الخارجية المصرية بدأت الدائرة الأسيوية التوجه الشرقى الدائرة الصينية اليابان الهند حتى الباليزية الدول ذات التجارب التنموية هذا فتح أفاق جديدة للاقتصاد المصري جزب استثمارات مهمة حدث أن نعمل استفادة من هذه الدول في التجارب التنموية وبالتالي شارت علاقات تفر كبيرة حجم التبادل والتجاري الآن ارتفع إلى ما يقارب 20 مليار دولار والصين زلت شريك التجاري الأكبر لمصر خلال السنوات الثماني الماضي يعني بعد التحاد الأوروبي كتكتل تأتي الصين كدولة هي لديها علاقات اقتصادين الصين هناك استثمارات ضخمة في مصر في الصين كما أشارنا في العاصمة الإدارية في محور التنمية في مشروعات كثيرة هناك يعني تبادل كبير مصر تنظر للصين باعتبار أنها من التجارب التنموية المهمة التي يمكن أن نستفاد منها ولذلك هذه القمة وهذا اللقاء الذي سيحقق بالرئيس سيسي على هامش القمة مع الرئيس شي جينبين يتمثل دفعة لهذه العلاقات المهمة الرئيس سيسي التقم مع الرئيس شي جينبين في فبراير الماضي في دورة للعب الشتوية وبالتالي كل منهما مصر والصين يعني فكرة المصالح تحكم علاقات الدول نقول يعني صراحة كل دولة تحاول نستفيد من الدول الأخر بالنسبة لمصر الصين تمثل أهمية كبيرة أهمية اقتصادية سوق وساع أكثر من مليار نسمة وطبع سوق كبير الصين مدخل لمصر أيضا تجاه الأسواق الأسيوية الاستفادة من المزايا النسبية للاقتصاد الصيني للاستثمارات الصينية الضخمة لأن الصين الآن لديها فائد في الثروة وفائد فيها للاستثمارات تبحث عن أسواق مستقرة الأسواق المستقرية هي الأسواق المصرية للاقتصاد المصر يعني في ظل أوروبا الآن مضطربة تسبب الحرب الرسالة الأوكرانية وأماكن كثيرة فيها الطلب السياسي وصراعات وبالتالي لا تمثل بيئة مواتية للاستثمارات الصينية الاستثمار يبحث دائما عن رأس المال كما يكون جيبان يبحث عن البيئة المستقرة سياسيا اقتصادية مصر الآن في مؤشرات البنك الدولي والمؤشرات الدولية الاقتصاد المستقرة الواعدة لديها برنامج طموح هناك مشروعات ضخمة استثمارات كبيرة كل هذا تبحث عنه الصين وبالتالي ستستفيد كثيرا من تقوية التعامل مع الصين أيضا بالنسبة لمصر الصين أيضا يمهم في ناحية تكنولوجية يعني في ناحية الاقتصاد المعرفة الآن وأيضا في قضية مهمة قضية التغير المناقل والاقتصاد الأخضر والتوسع في الهيدروجين الأخضر ومصر الآن لديها نموذج عملي وقاعي تقدمه للمنطقة والعالم في فكرة التوسع في الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات البيئية في المقابل الصين مصر تمثل أهمية استراتيجية كدولة مركزية في منطقة الشرق الأوسط لديها مفاتيح المنطقة لا يمكن لأي دولة كبرى أن تدخل منطقة الشرق الأوسط وتحقق أهدافها ومصالحها إلا بالتعاون والتنصيق مع جانب المصر واعتبار أن مصر هي دولة القائدة في منطقة الشرق الأوسط هناك نقطة مهمة أيضا أن الصين تولي أهمية كبيرة للإفرق الصين أكبر شريك تجاري الإفرق ومصر في خلال الفترة الماضية ومستقبلا تظهر لها القاطرة أو الكبري بين الصين وبين الدول الأفريقية مصر هي المدخل للصين الأفريقية وفي ذات الوقت مصر كانت فلسفة فكرة حجد دعم الدول الكبرى الاقتصاديا لتسعادة الدول الأفريقية التمكين الاقتصاد ليس فقط العلاقة التقليدية أن دول الأفريقية مجرد سوق لتصريف المنتجات ومصدر للمواد الخام وأنها أيضا مصدر للهجر غير المشروعة والصراعات لا التحويل فكرة تحقيق التنمية في إفرق وهذه التنمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية ومنها الاستثمارات الصينية ولذلك هناك علاقات أهمية استراتيجية هناك علاقات ما يسمى مصالح مشتركة لدى البلدين في تقويت وتطوير هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي على المستوى السياسي على المستوى الأمني ويمثل مصلحة وعائد مهم لكلا الجانبين عظيم دكتور رحمد هل حالة التقارب اللي مشهدها العالم العربي دلوقتي كانت سبب من ضمن الأسباب اللي دفعت القوة العظمى والدول الكبرى أنها تقيم علاقات شراكة يعني كنا لسا نتكلم عن قمة صدافتها السعودية القمة الخليجية اللي شاركت فيها مصر والأردن والعراق في يوليو الماضي دلوقتي نتكلم عن قمة صينية خليجية وعربية وأخرى سعودية هل تحاول الصين برضو من الناحية الأخرى ملء الفراغ الأمريكي في الشرق الأوسط؟ يعني عندما نتكلم عن الشرق الأوسط وموقعه في النظام العالمي النظام الدولي بيشهد حالة غير مسبوكة من الاستقطاب حالة غير مسبوكة حد بين أمريكا من ناحية وحلفاء الأوروبيين وروسيا على هامش أزمة أوكرانيا من ناحية وبين أمريكا والصين من ناحية أخرى على هامش طبعا الأزمة ودع في تايوان وهناك استقطاب شديد في الدول الكبرى هذا الاستقطاب دائما السياسة المصرية ومع السياسة العربية السياسة السعودية والإماراتية تبنت ما يسمى السياسة الرشيدة ما هي السياسة الرشيدة؟ يفكر التبني الحياة الإيجابية عدم للحياة لقوة ضد قوة أخرى أو استبدال قوة بقوة أخرى وإنما بناء شراكات متعددة متوازنة مع كل قوة الكبرى الصين، أمريكا، روسيا، ألحاد الأوروبية، كل قوة بما يعزم المصالح العربية والمصرية بما في إطار الندية والاستقلالية ولذلك هذا أعطى المنطق أهمية كبيرة هذا ما دفع هذه الدول إلى التكالب إلى الاتيان المنطقة لأهمية هذه المنطقة لأنها استطاعت الدول العربية ومصر من خلال فكرة توحيد الموقف العربي من خلال تنقطة الأجواء العربية من خلال القمم العربية واللقاءات الكثيرة السنائية والسلسية والربعية والخمسية التي شاهدناها وكان محورها بالطبع مصر والرئيس السيسي ساهمت في بناء موقف عربي قوي يستطيع أن يتفاعل مع هذه التغيرات المهمة في النظام الدولي وأن يجعل الدول العربية رقم مهم في المعادلة الدولية ولذلك هذا القمة هي القمة الأمريكية وأيضا القمة الروسية كانت كممة رسية أفريقية والتاعة الروسية كل هذا بيعكس أن العالم الآن بدأ يدرك أهمية الشرق الأول بفضل أن المنطقة السلسية المصرية وبالتعاون مع القلب الصلب السعودية والإمارات تطاع أن يجعل العالم العربي من منطقة مفعول به ورد فعل التغيرات العالمية وسحل الاستكتبات العالمية والتنافس في نطقة الشرق الأوسط إلى أغز زمام المبادرة والتحاول لدور الفاعل وتخزق المبادرات وهذا ما يفسر لنا فكرة هذا التنافس وهذه القمم التي لم تأتي من فراغ بالعكس وجود موقف عربي قوي وجود دول عربية وروق عربية موحدة هذا بيعطي ويعظم من القوة التفاوضية العربية في تعظيم المسالح العربية وهذه النقطة مهمة جدا ولذلك الآن هذه القمم هي سمار ما قامت به مصر السياسة الخارجية الرشيدة النزيهة في تبني موقف عربي تنصيق المواقف العربية دائما واللقاءات المستمرة والتفاعل مع المتغيرات العالمية كان هناك تحدي بعد الأزمة الروسية الأوكرانية كيف يمكن للعالم العربي تجنب أو تقليل الأصار السلبية لهذه الأزمات ومنها الأزمات العالمية الأزمة الروسية في أمن الغزاء في أمن الطاق كان لابد من أن يكون هناك موقف عرب موحد وهذا ما نجحت في مصر في الفترة الماضية ولذلك القمة العربية الصينية اليوم سيكون لها مخرجات مهمة مخرجات اقتصادية مخرجات سياسية نقطة أيضا مهمة ومتعلقة بفكرة العالم العربي هو بيميل أو يفضل فكرة التعددية في النظام الدولي معنى أن الحديد القطبية التي صادت في العقود السلسل الماضية بعد أن انتهي الصينية القطبية تحت السوفيتي انفرضت أمريكا بالعالم خلال سلسل العقود قدت هذه الأحادية لما يسمى الإطراب في العلاقات الدولية يعني شاهدنا متغيرات وحالة من عدم الاستقرار والتفاعلات تدخلات في شؤون الدول الداخلية استخدام الدموقراطية وحقوق الإنسان كان مظلة يعني شعارها ظهرها الرحمة بطنها العذاب ورأينا فيما يسمى الربع العربي ورأينا الآن في أوكرانيا كلها نتيجة للسياسات الأحادية من الأحادية القطبية والصين حقيقة هي من الدول الصعيدة في النظام الدول أنا في اعتقادي أو رأيي أن العلمة تجه إلى التعديل القطبية السلسية القطبية السلسية يعني أمريكا روسيا الصين يعني هذه التعددية هي بتميلة فكرة التوازن وتحقيق الاستقرار في العقاة الدولية وتعطي هامش حرق أكبر للدول الأخرى في التعامل مع تفاعلات النظام الدول ولذلك الصين الآن هي تمثل قطب مهمة في النظام الدولي تمثل أهمية كبيرة الصين لديها أيضا سياسات تتوافق بشكل كبير مع السياسات العربية بمعنى احترام سياسة الدول عدم تدخل في الشئينها الداخلية فكرة احترام التنوع الثقاف والحضاري يعني عدم فرض نموذج غربي أو قيم غربي على العالم كما كانت تسعى أمريكا تحت مفهوم العولمة والأمريكا هذا أدى إلى صدام حضارات وصدام ثقافات أدى إلى صعود ما يسمى اليمين المتطرب في أوروبا والتنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط وبالتالي نحن نحتاج إلى فكري جديد الصين لديها ما يسمى المسيطة المسار الثاني فكرة الكوى النعيمة والعلاقات والتنوع الحضاري كل هذا يتوافق مع الجانب العربي بما أن حضرتك تحدثت عن هذه النقطة تحديدا يعني مصر أو الدول العربية والصين زي ما حضرتك تحدثت يفضلوا التعديد القنبية كيف يرى عالم هذه القمة ده بالنسبة اللي بيفضلوا مصر والصين أو الدول العربية والصين كيف يرى عالم هذه القمة يعني نتكلم عن العالم نتكلم مثلا أمريكا أمريكا طبعا بتنظر بعين الريبة ولأن لديها منافس الصين هي منافس أساسي كل تأكيد رقم مهم في المعادلة طبعا يعني استراتيجية الأمن القومي الأمريكي اللي هي الأخيرة لأول مر هذه الاستراتيجية التي تحدد يعني السياسة الأمريكية جعلت الصين هي المنافس والخصم الاستراتيجي الأول لأمريكا كانت تقليديا الاستراتيجية الأمن القومي تركز على روسيا الآن يزبحت الصين الصين هي المهدد كما ترى أمريكا ليسقط أمريكا من العرش النظام للدول أمريكا تحاول أن تحاول تسيطر على العالم بالحديد القطبي ولذلك كان هناك مخاوف يعني عندما جاء الرئيس بايدن في القم في يونيو يعني من خمسة شهور وانخرطت وبدأت تنسحب من المنطق عسكريا وسياسيا بدأت تترك فراغ ساعة الصين وروسيا إلى مال وبالتالي أمريكا الآن تنظر بعين يعني يعني يعين الترقب لأنها منطقة الشرق وصف منطقة مهمة منطقة استراتيجية ومنطقة نفوذ مهمة يعني هناك نوع من التزاحم في النفوذ بين الصين من ناحية وأمريكا وروسيا هذا التزاحم هو يعني زيو وجهي جانب سلب وجانب إيجابي جانب الإيجابي أن هذا بيزيد من أهمية منطقة العربية دول العربية في ظل موقفها الموحدة تستطيع أن تستفيد من هذا التنافس وهذا التزاحم من خلال تعظيم المصالح ومن خلال بناء سياسات تقوم على الحيادية وعلى بناء الشرقات مع الكل الاستفادة مع كل الدول المصالح الاقتصادية وجانب سلبي أنه في بعض القضايا أن هذا الصراع قد يؤدي لصراع يعقد بعض أزمات المنطقة يعني ملفات في سوريا في غيرها من الملفات كما رأينا في الفترة السابقة كانت تنافس الدولة والإقليمي عامل سلبي على المنطقة العربية وأطلع من الأزمات العربية وبالتالي العالم كله يترقب جانب الأوروبي كل الدول تترقب لأن الشرق الأوسط الآن أصبح رقم فاعل خاصة في أمن الطاقة في ملفات عديدة ملفات اقتصادية وبالتالي وهناك أهمية واهتمام كبير عالمي بهذه القموة وحضرتك بتتكلم عن الملفات هل أنا كدول العربية نحن نعول على الصين كقضب دولي مهم في دعم قضيتنا الأسسية وهذه القضايا الفلسطينية يعني تاريخ الصين منذ 49-48 بشكل عام إيجابي فيما تعلق بدعم القضايا العربية يعني الصين هي من الدول دائمة في مجلس الأمن الدول أدواء دائمة ودائما كانت نموة تصويت الصيني في مجلس الأمن كان في أغلبي أو في معظمه كان لصلاح الدول القضايا العربية كان دعم للقضايا العربية ولذلك الصين هناك صيرة عدم الحياز إلى جنب الصين الصين لديها أصلا سجل التاريخ في دعم القضايا العربية القضايا الفلسطينية لأن الصين هي ترفض فكرة حتى التدخلات بفهم الاحتلال ترفض فكرة تهتم احتلال مساعدة الدول فكرة استخدام الدموقراطية وحقوق الإنسان من جانب الدول الغربية كوركة لي يعني تدخل أغراض سياسية وبالتالي الصين هي لعب مهم في دعم القضايا العربية بذلك في الأمم المتحدة في المحافلة الدولية الصين الآن أصبحت لاعب مهم في النظام الدولي هي كوة صعيدة كوة اقتصادية كبيرة كوة مهمة أيضا في قضية تغير المناخ يعني الصين أيضا لديها توجهات متوفقة مع توجهات المصرية في تقليل الانبعاثات الكربونية والحرارية وبالتالي الصين الآن هي تمثل أهمية كبيرة لمنطقة العربية وأنا في اعتقالي عفوا القمة سيكون لها مخرجات مهمة اقتصادية يعني متوقع توقع اتفاقات يعني بمليارات الدولارات بين الصين والدول العربية ومصر والسعودية والدول الخليجية متوقع أيضا اتفاق على وصيقة استراتيجية ما بين الصين والدول العربية تحدد أنها علاقات استراتيجية علاقات قوية مهمة ويعني تعزز مفهوم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين أيضا في مجال يعني التشبيك ما بين طريق الممادرات الحزام والطريق والرأة التنموية العربية سيكون أنها مخرجات مهمة أيضا فيما تعلق بأفريقيا ومتعلق بجازب الاستثمارات الصينية أنا في اعتقادي أن العلاقات الصينية العربية بعد القمة ستكون مختلفة بشكل كبير عما كانت قبل القمة بكل تأكيد طبعا يعني زي ما حضرتك حدثت يا فندم في ظل وجود دوائر مشتركة بين الجانبين وفي ظل وجود علاقات ممتدة أيضا لو نتكلم تحديدا بين مصر والصين فنحن بانتظار مخرجات هذه القمة عليها المشكر حضرك جزيز شكر دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرام نورتنا في سبع خيوان شكرا